المركز المركز التعليم المتنقل في بداية نتقدم بكل الشكر والتقدير للتربية والتعليم والحكم المحلي وزارة الحكم المحلي والقدس وجامعة القدس المفتوحة على مساعدة هذا المركز التعليم المتنقل للمناطق المهمشة في كل المواقع في الشمال الفلسطيني في محافظة طوباص وأخص بالأغوار الشمالية والمضارب البدوية لما لها من فائدة وساعدت وساهمت في إنجاز وإيصال المعلومات الإلكترونية والتكنولوجية المطلوبة حيث قام هذا المركز بمساعدتنا أنا أبداحكي الآن بصفة خاصة كمدرسة المختبر الحاسوب مختبر كان متواضع وبسيط ولكن من خلال التواصل مع مديرية التربية والشراكة مع المديرية وجامعة القدس والحكم المحلي قامت بتوفير هذا المركز المتنقل اللي ساهم وساعد في أن نقوم بإعداد الطالب بإعطاء حصص تكنولوجية وإلكترونية في هذا المركز من خلال برنامج برنامج محدد للمنطقة كلها إحنا هنا موجودين الآن في قرية بردلة وهي آخر قرية حدودية في الشمال الشرقي لدولة فلسطين إحنا اليوم عربة التنقل بنستفيد منها بشكل كبير اللي هم الطلاب عنا بستفيدوا من التكنولوجيا الحديثي الموجودة واليوم مثل ما أنت شايف يعني بعض مرات أنها بيكون بعض المدارس بيكون ما فيها لكن اليوم إحنا بنستفيد منها اللي هو التعليمي اللي التكنولوجي بكثير للشباب وعننا بيصير ثقافي الأطفال الصغار بتكون عندهم خبرة اليوم إحنا بنوازي على مستوى العالم بيصنفونا في العالم من ضمن المستوى العالم الثالث ولكن إحنا الطلاب الفلسطينيين المجتهد أن نكون من العالم الأول مش من العالم الثاني للعالم الأول لأنه الطفل الفلسطيني عندما بيكون عمره سبع سنوات أو ست سنوات ونص وبدخل عند عليه عالم الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثي بيكون هذا إشي مميز يعني إحنا على دورنا ما كان لكن اليوم موجود وبالنسبة للتعليم المتنقل إحنا كأغوار شمالية كل يعني أكثر إشي المضارب البدوية بيستفيدوا منه هذه خبرة كبيرة وإنجاز بالنسبة أنه كحكم محلي يزودونا بهذه وككدس المفتوحة اللي هي زودتنا في التعليم هذا هذا بالنسبة أنه إنجاز إحنا اليوم في الأغوار الشمالية بالنسبة أنه على مستوى الاحتلال إحنا مستهدفين في الدرجة الأولى اليوم بيحاولوا أو أكثر إشي بيحاولوا يشتغلوه الاحتلال اللي هم يهجروا السكان وخلوهم في عملية جاهل إنه ما يتعلم المواطن الفلسطيني طبعا هؤلنا نحن نمشي حسب المادة الدراسية الموجودة بين الطلبة حسب طبيعة المادة الدراسية منحدد شو المادة المطلوبة وبناء عليها مقرر شو يسوي الطالب إذا كان المادة يتعلق بالتكنولوجيا يتعلق بالحاسوب أو مادة ثانية طبعا في مواد أخرى طبعا غير التكنولوجيا مادة العلوم أكثر شيء مادة فيه كمان في اللغة العربية في مهزم المواد كثير من المدرسين استخدم التكنولوجيا في طرح الدرس بطريقة محاوسبة يتم اختيار الدورات التدريبية والأنشطة للمعلمين طبعا والمدارس والمجتمع المحلي ضمن خطة تنسيقية بالتعاون بين المجتمع المحلي والحكم المحلي والتربية والتعليم اللي هم الشراكة معنا كجامعة الكدس المفتوحة في المختبر المتنقل اللي هو جسور وطن يتم رصد بعض الأنشطة التدريبية والدورات التدريبية التي يتم إعطاؤها من أجل سد الفراغ في هذه المناطق المهمشة التي لا يوجد بها أصلا مختبرات تعليمية فمثلا نقوم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي بعقد دورات تدريبية وأنشطة تدريبية غير أيام الحصص والمحاضرات التي نقوم بتنفيذها مع التربية والتعليم اللي هي من خلال المدارس يقوم هناك عقد دورات تدريبية مع المجتمع المحلي والحكم المحلي فمثلا قمنا بعقد دورات تدريبية مثلا للتوعية من مخاطر إلى الغام مع مؤسسة طفل الحرب بالتنسيق والتعاون مع المجلس الكرو في المدارب البدوية والمالح كذلك الأمر قمنا بالتنسيق مع مجلس كروي عين البيضة اللي هو الحكم المحلي مثلا بتنظيم أنشطة مجتمعية للمرأة حيث كمنا بتدريب نساء على إدارة المشاريع الصغيرة الربعية وكذلك الأمر كمنا بعقد دورات في تقوية نحو الأمية لكبار في السن في مهارات الحاسوب والتكنولوجيا في المدارب المحلية والبدوية طبعا في لحظة من اللحظات واجهتنا مشكلة في المدرسة هون بأنه تم عطب وخلل في جميع الأجهزة البسيطة في المدرسة مما ساعد في أن يقوم هذا المركز المتنقل في مساعدتنا في يومين أسبوعيا وأنا أعي وأعلم أنه هذول اليومين اللي أخذناهن كنن على حساب مواقع أخرى ولكن الحاجة الضرورية ورؤية المركز المتنقل ومن يقومون عليه شعروا بأنه المدرسة صدقا بحاجة لهذا المكان في المدرسة عدد سكان البلدي هنا 2700 بنيادة بتفيدنا في الثلاث مدارس الموجودات عندنا عدد الطلاب يعني ما يقارب 250 طالب الموجودين عندنا اللي بيستفيدوا منها ما يقارب يعني فوق 100 طالب بيستفيدوا من هاي العرب المتنقلي اللي هم من الصفة التمهيدي للصفة الخامس السادس ويستفيدوا بشكل مميز في التعليم يعني انتو كريتنا مثل ما قلت لك يا كريت حدودية موجودة يعني على سبيل المثال اليوم حكينا عن برنامج الإكسل في مركز التعليم المتنقل شرحنا للطلاب في أول حصة على برنامج الإكسل كيف يفتح برنامج الإكسل وجميع الطلاب كتب معلومات كاملة عنه كتب اسمه كتب الصف كتب اسم المدرسة العام الدراسي اسم المدرس وبعض المعلومات الأخرى اللي بتخص الطالب الأثر الإيجابي على المتلقين من هذه الخدمة نحن نقوم في جامعة الكدس المفتوحة طبعا وبتوجيهات حثيفة من رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور يونس عمر وكذلك الأمر الدكتور سهيل أبو ميالي مدير الفرع برصد الأنشطة التدريبية والدورات التي نقوم بها بالمضارب البدوية فمن خلال عقد عدة دورات تدريبية مثلا على سبيل المثال الحصر اللي هي دورة مهارات الحاسوب لوحي الأمية كانت هناك نتائج إيجابية حيث كمنا بعقد هذا التدريب بالتعاون مع المجالس المحلية في المالح وكمنا بعقد أكثر من لقاء وكان المردود الإيجابي أنه تم عقد الدور أكثر من مرة يعني المرة الأولى قمنا بعقد الدورة بـ 15 متدرب فالفكرة تم تعميمها على أكبر قاعدة واسعة من المجتمع المحلي فكان المردود يعني من الدورة الأولى كان المردود إيجابي فطلبوا أنه نأكد أكثر من لقاء هذا المركز المتنقل إذا بدنا نيجي نحكي يخدم منطق زي ما تحدثنا سابقا يخدم المضارب البداروية والمدارس التعليمية والمؤسسات الأهلية والمجتمعات في منطقة المناطق المهمشة والمضارب البدوية وإذا تقريبا مش رقم دقيق إذا كنت أريد أتحدث تقريبا كطلاب ما بين طلاب مدارس في منطقة الأغوار الشمالية والمضارب البدوية يخدم بما يقارب من 1200 ل 1300 طالب وطالب في المنطقة والحلو في الموضوع أنه نتحدث عن مركز متنقل وينما أنا بحاجة إليه بكون موجود مما يساعد في إيصال الرسالة المطلوبة والتي نكون بحاجة إليها كمجتمع في المضارب البدوية ومدارسنا في الأغوار الشمالية وهذا التجمع وهذا المركز المتنقل صدقا غير عن الشيء التعليمي والمركز التعليمي أنه كنا صدقا ننفذ بعض الأنشطة الثقافية والترفيهية للطلب من خلال بعض الحصص وبعض البرامج في هذا المركز المتنقل طبعا إحنا استفدنا واستفادوا الطلاب تبعيننا استفادوا كثير بالتعليم طلع اليوم يعني الولد لما بكون عنده 6 سنين أو 7 سنين أو 5 سنوات نرجع إلى وراء بمسك الآيفون وبخاطب أي واحد في العالم بالدوية يعني هاي ساهمت كثير عندنا في نجاح هذا في المجتمع الفلسطيني يعني كقرية موجود يعني اليوم ما كانت تخرف عن عمره 5 سنوات أو 6 سنوات بيقدر بيكلم بالتلفون وبشتغل على الجهاز الكمبيوتر بانتياز من أخذوها؟ هاي الخبرة اللي أخذوا منها من السيارة هاي لما كانت بتتنقل بالداوم يعني عندنا يومين في الأسبوع هاي طبعا خبرة يكتسبوها الطلاب وهذا شكر كبير إحنا للجامعة اللي وفرتنا إياه مشكره موجود المركز التعليم تنقل كثير فادنا وفاد منطقة بشكل كامل فيه كثير من المجالات من المجالات للتعليم أول شي طبعا بداية كان المركز بدايته كان قبل أربع سنوات في بداية قبل ما نعطف المركز كان فيه دورة داخل جامعة قصة مفتوحة لبعض المعلمين تم اختيار مجموعة المعلمين مدارس بردلة مدارس عين البيضة ومدرسة العقبة وكمان مدرسة العطوف لإعطاء دورة في كيفية استخدام الوسائل المحوسبة في التعليم وكانت دورة هاي في الجامعة كان مدتها عشر أيام وبعد ذلك المركز التعليم التنقل تم تقسيمه إلى أيام كل يوم في منطقة مثلا يوم في بردلة يوم في عين البيضة يوم في العقبة ويوم في عطوف طبعا احنا كامل لبسة بردلة استفدنا كثير من مركز التعليم خصوصا في أول سنة لأنه كان لدينا مشكلة في الأجهزة الحواسيب في أول سنة صار لدينا خلل في الطيار الكهربائي وتعطلت معظم الأجهزة فاستفدنا كثيرا في المركز التعليمي في إعطاء الحصص الخاصة بماد التكنولوجيا أو خاصة كمان ببعض المواد البحاجة للحاسوب بحاجة لجهاز العرض الثقافي تعززت من خلال كما تعلمون طبعا بجامعة الكتس المفتوحة دورنا ليس فقط ينحصر على الدور الأكاديمي وإنما هناك دور مجتمعي إلنا يقع على عاتقنا كما تعلمون الأغوار الشمالية والمضارب البدوية هذه المناطق المهمشة لا يوجد بها خدمة التعليم ولا يوجد فيها مختبرات تعليمية فجاءت فكرة إنشاء المختبر المتنقل بتوجيهات من رئيس الجامعة الإستاذ دكتور يونيس عمر بالشراكة مع التربية والتعليم والحكم المحلي والمجتمع المحلي لسد فراغ النقص الموجود في هذه المناطق المهمشة فقمنا من خلالها بعقد دورات تدريبية ودورات تثقيفية فكما تعلمون من خلال هذه الدورات التي كمنا بعقدة تم غرز روح قيم التعليم مثلا لدى الأطفال كمنا بتنظيم أنشطة ترفيهية من خلال مؤسسة تامر للكراءة فعززنا دور التعليم والثقافي عند الأطفال فصارت الفكرة مقبولة لدى المجتمع المحلي والمضارب البدوية فقمنا بالتنسيق مع المجتمع المحلي والحكم المحلي خلال مثلا صورنا نسير الحافل اللي هي جسور وطن إلى المضارب البدوية فصارت مطلب عند الأهالي في المضارب البدوية كل الشكر والتقدير لكل من كان يحضر مع المركز المتنقل من موظفين من جامعة القدس المفتوحة لأنه عملوا على تجهيز البرامج اللازمة اللي يحتاجها الطالب المدرسي في العملية التعليمية من خلال أجهزة الحاسوب في هذا المركز المتنقل اللي يساعدونا من خلال إعطاء المعلومات والشرح عن الأجهزة للمشرف والمعلم اللي بدي يكون بإعطاء الحصة في هذا المركز في المدرس المركز التعليم استفدنا منه إذا كان عندي في المختبر حصة وكان في نفس الوقت حصة ثانية ممكن يكون عندي حصتين تكنولوجيا في نفس اليوم في نفس الوقت لصفين مختلفات ممكن معلم مادة العلوم بحاجة لعرض وسيلة تعليمية أو مقطع فيديو فحنا نستفيد هيك بالمركز التعليمي بشكل أفضل منعطي حصتين في نفس الوقت منعطي حصة في المختبر ومنعطي حصة في مركز التعليمي فالمركز التعليم المتنقل فاتنا كثير في إعطاء الحصص وفي استخدام الحواسيب خصوصا في فترة اللي كان في عنا خلال في الحواسيب المشكلة الثانية اللي كانت عندنا في البداية قبل 4 سنوات 3 سنوات عدد الأجهزة كان عندنا عدد أجهزة قليل بالنسبة لعدد طلاب وظيفتي أني أشغل الأجهزة أتأكد من البرامج الموجودة فيها كل شيء تمام بالإضافة إلى تفقد الشبكة للأجهزة تكون على ما يرام ومع البرامج برضو كنت أعطي دورات أنا كنت أعطيها في دورات كانت تعمل في المضارب الأدوية أنا اللي كنت أعطيها في المدارس وظيفتي أني أكون في جانب أستاذ المادة في المناطق الثانية بكون أنا اللي أعطي هاي عربة متنقلة في حواسيب مقدمة من جامعة الكدس المفتوهة ونضغط عليها التفتك من الواجهة وفيها شغلات منستفيد منها وفيها شاشة عرض كبيرة سهلة للطلاب التعلم والفاهم أكثر تعلمت أنه كيف استخدم بعض البرامج مثل برنامج السكراش والإكس والبرامج كثيرة ثانية وهنا سهلت أنه كهرباء موجودة وحواسيب تكفي لكل الطلاب وهذا مهم سهل كثير على المعلمين والطلاب ثقافة التطوع كما تعلمون أننا في جامعة الكدس المفتوحة من خلال عمادة شؤون الطلبة في عنا وحدة العمل التطوعي طبعا نقوم بتدريب الطلاب والخريجين مثلنا الخريجين عنا من الجامعة على كيفية يقوموا بتدريس أطفال اللي هي العمل التطوعي وكذلك الأمر نقوم بتدريب طلاب من الجامعة الكدس المفتوحة اللي هم أصلا مقيمين عنا هنا في الأغوار والمضارب البدوية ومن خلال تدريبهم تكون هذول اللي دربناهم على مهارات الحاسوب والتكنولوجيا كذلك أمر نقل خبراتهم إلى طلاب آخرين بالتدريب وعالهم مجرة يعني من خلال عقد أكثر من دورة نقوم بتدريب طلاب عنا يدرسون في جامعة الكدس المفتوحة على مهارات الحاسوب على كيفية تنظيم أنشطة إلى الطلاب وكذلك الأمر ينقلون الخبرة إلى طلاب غيرهم يستفيد من المدرسي جميع الطلاب الموجودين في المدرسي وهو عددهم دائما ما بين المئة وستين لمئة وسبعين طالب في المدرسي لحال لوحكا هذا جميعهم يستفيدوا من هذا المركز المتنقل وممكن كان الاستفادة منه ليس فقط في دروس التكنولوجيا ولكن كانوا المعلمين يعطوا عليه دروس محاسبة دروس رياضيات يعني في المواد التعليمية والتخصصات المختلفة اللي المعلمين كانوا يشعروا وبأدوا حصص إلكترونية تكنولوجية اللي كانوا يحتاجوا لمختار بالحاسوب كان يساهم وساعد هذا المركز في مساعدتهم في إعطاء هذه الحصص التعليمية في هذا المركز المتنقل بالنسبة لعيد الأجهزة عندنا في المختبر كان عندنا في المختبر بس ثمن أجهزة وبالتالي عندنا طلاب كان 20 إلى 25 طالب في كل صف وبالتالي عيد الأجهزة لا يكفي لعيد الطلاب فالمركز التعليم متنقل كثير فادنا أنه وفرنا لكل طالب جهاز عندنا في المركز 20 جهاز فكنا نجيب الطلاب كان نطلع لكل طالب جهاز يقعد الطالب على جهاز يشتغل لوحده الشاحنة موجود فيها 29 جهاز 19 بكونوا موجودين يعني بقدروا الطلاب يقعدوا فيهم عشرة في حالة أنه احتجنا خارج الشاحنة لغرفة صفية ثانية نقدر نستخدمهم داخل الشاحنة المستفيدين منهم 19 جهاز حسب الطوايل الموجودة عندنا شاحنة مكيفة موجود فيها سمارت بورد موجود فيها سمارت سكرين منوفر فيها طابعة منوفر فيها خدمة الإنترنت للمناطق اللي ما فيها خدمة إنترنت وأغلب المناطق هنا في الأغوار ما فيها خدمة إنترنت فمعنا إحنا راوتر 3G منوفر خدمة الإنترنت داخل الجامعة ولا المناطق اللي منروح عليها والطابعة في حالة أنه طالب عنده بحث عنده إشي بقدر إحنا نوفرنا له هذا الإشي في مكان سكنه مش في المدرسة مشان إنه يقدر يستفيد منها ويطبع عليها بالإضافة إحنا الكهرباء معنا الجينيريتر سبير في الشاحنة مشان إحنا المناطق نروح عليها هي مناطق نائية أغلبها منشغل الجينيريتر منوفر الكهرباء مع خدمة 3G نت نكون كل شيء تمام الجهات المشتركة بهذه المركز التعليمي المختبر المتنقل اللي هو جسور وطن كما ترون بالخلفي اللي هو تعليمي الصمود ويأتي فكرة الصمود اللي هي تثبيت صمود أهلنا في الأغوار والمضار البردوي على أرضهم طبعا نحن ومعانا هناك عدة شركاء اللي هي بدءا من المجتمع المحلي اللي هم الأهالي اللي هي التربية والتعليم الحكم المحلي والجامعة نحن شركاء في هذا اللي هو المختبر التعليمي اللي هو جسور وطن لا يسعنا إلا أن نرفع الكبعة احترام وتقديرا زي ما حكيت في البداية لكل من قام على هذا المركز التعليمي المتنقل والفائدي للمناطق المهمشة المناطق المهددة المناطق التي أعتقد الإعلام محليا وعالميا يتحدث عنه بمدى الضغط الذي يتواجد فيه أبناء هذه المنطقة أو أبناء هذا المجتمع في منطقة الأغوار الشمالية والاحتلال يسعى بكل كوتو للعمل العمل على مصادرة وتهديد وإعاقات جميع أفراد المجتمع بكل محتوياته للعمل على تهجيرهم المضايقات ووضع الصعوبات أمامهم على مستوى إذا كمان كمركز متنقل هنا يعني كان يوصي الرسالة حتى ليس للطلاب للفئات كبار السن خلينا نقول الناس اللي كبار السن راح التعليم عليهم أو أنهوا في فترة إلزامية للتعليم ودخلوا اللي هي كانت تتبع للمؤسسات الأهلية أو الجمعيات الخيرية طبعا أنا بشكر جامعة قسمة طوحة جزيل الشكر على هذه المساهمة في إيجاد مركز التعليم المتنقل في المناطق المهمشة في الأغوار لأنه عندنا نقص كثير في الأجهزة الحواسيب كان فبشكر كثير المركز التعليم بشكرهم كمان على الدورة اللي أعطوها للمعلمين اللي ساهمت في إيش في استخدام الحواسيب واستخدام برامج الحاسوب واستخدام بعض الميزات على جهاز الحاسوب ومشكر كمان طاقم طاقم الجامعة قسمة طوحة اللي ساهم في إعطاء الدورة ومشكر طاقم فضائط الكثير التعليمية اللي عمل معنا هذا اللي كان إحنا منشكر الجامعة المفتوحة على ما قدمت له من جهد اللي حتى تواصل التعليم عندنا في القرية شكر كبير إلهم كمان إحنا منشكر الحكم المحلي اللي يساعد اللي اشتركوا هو مشروع شراكي بين الجهتين فإلهم ألف شكر إلهم بعد ما قدمونا هذا الإنجاز اللي هو عربة التنقل عن بعد اشتركوا في القناة